بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صراخ وعاويل لمكرون وللساسة الفرنسيين لما حدث في النيجر ليس بكاء على الشعب هناك وإنما على المصالح الفرنسية الهائلة والتي تمتص خيرات البلاد هناك حيث تعد النيجر أهم حليف لفرنسا في منطقة الساحل إذ تعقد باريس شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والاستراتيجية على رأسها استغلال الموارد الطبيعية الطاقية والمعدنية للبلد الإفريقي وهو ما تهدد استمراره المحاولة الانقلابية الأخيرة والتي تتصدى لها فرنسا وتحاول أن تحرك رأيا دوليا لإفشال هذا الانقلاب نتابع معكم في هذا الفيديو أهمية النيجر لفرنسا ولماذا تتصدى للمحاولة الانقلابية هناك تدخل المحاولة الانقلابية في النيجر يومها الثالث بعد انطلاقها يوم الأربعاء بعزل الرئيس محمد بازوم وإعلان مجموعة المجلس الوطني لحماية الوطن العسكرية إسقاطها النظام وتعطيل العمل بالدستور كما أقالت الحكومة وأحالت مهامها على موظف الأمانة العامة للوزارات وفي أول خروج إعلامي له منذ بداية الحركة برر رئيس الحرس الرئاسي للنيجر ورئيس المجموعة الانقلابية الجنرال عبد الرحمن إتشياني قرار الانقلاب بتدهور الوضع الأمني في البلاد الذي قوضه عنف الجماعات الإرهابية وقال في بيان النهج الأمن الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين بينما تهدد هذه الأوضاع التي تعيشها النيجر مصالح فرنسا في البلد الإفريقي الذي يعد حليفها الأبرز في منطقة الساحل هذا في وقت تعتمد فيه باريس على نيامي في عدة قضايا اقتصادية واستراتيجية على رأسها نشر جنودها المنسحبين من مالي وبركينة فاسو كما استغلال الموارد الطبيعية للنيجر سواء المعدنية أو الطاقية لماذا يعد الانقلاب في النيجر تهديدا لمصالح فرنسا عقب انتشار الأنباء عن المحاولة الانقلابية في النيجر لم تضع باريس وقتا في التعبير عن امتعاضها من الأحداث وأعلنت الحكومة الفرنسية على لسان وزيرة الخارجية كاثرين كولونا إدانتها الشديدة لأي محاولة للاستلاء على السلطة باستعمال القوة وأن البلاد تضم صوتها إلى الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في دعوتهما لاستعادة وحدة المؤسسات الدموقراطية في النيجر وأشارت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى أن باريس لن تعترف بالمجلس الوطني لحماية الوطن الانقلابي في نيامي كسلطة شرعية للبلاد وفي السياق ذاته اعتبر الرئيس الفرنسي مكرون محاولة الانقلاب تطورا عسكريا خطيرا على منطقة الساحل وقال مكرون في تصريحات يوم الجمعة هذا الانقلاب غير شرعي بتاتا وخطير للغاية على النيجيريين والنيجر والمنطقة بأسرها طبعا هنا ليس بكاء على الشعب في النيجر وإنما على المصالح الفرنسية الهائلة التي سوف نتابعها معكم في هذا الفيديو وتخشى باريس ضياع آخر حلفائها في منطقة الساحل بعد القطيعة مع مالي بعد تدهور العلاقات مع المجلس العسكري الحاكم هناك وطردها من بوركينفاسو من الجنود الذين استولوا على الحكم إثر انقلابي عام 2022 وهي مخاوف يؤكدها خبراء مؤسسة اسكوفورد البحثية بقولهم إنه بعد غينيا ومالي وبوركينفاسو يمكننا أيضا توقع ضرب جديدة للنفوذ الفرنسي في منطقة الساحل هل روسيا هي من تقف وراء الانقلاب؟ فقد شهدت العاصمة نيامي يوم الثلاثاء مظاهرة حاشدة داعمة للمحاولة الانقلابية وتخللت هذه المظاهرات شعارات مناهضة لفرنسا كما رفع العلم الروسي جنبا إلى جنب مع الأعلام الوطنية بالنيجر بينما ليست هي المرة الأولى التي تعيش فيها البلاد مظاهرات مماثلة إذ تقود حركة سياسية تطلق على نفسها اسم M62 هذه التحركات في الشارع في النيجر وتزيد احتمالية تكرار سيناريو مالي وبوركينفاسو في النيجر أي دخول موسكو على خط النزاع الداخلي وسحب البصاط من تحت أقدام النفوذ الفرنسي هناك وهي شكوك يؤججها تسجيل صوتي أخير لرئيس مجموعة فاغنر بيرجوزن اعتبر فيه أن ما حدث في النيجر ليس سوى كفاح شعب النيجر ضد المستعمرين الذين يحاولون فرض نمط حياتهم عليهم بالمقابل يرى محللون أنه ليس هناك أدلة واضحة على يد روسية في المحاولة الإنقلابية في النيجر وفي حديثه لتيراتي عربي قال الأكاديمي التشادي والباحث في الشأن الإفريقي إسماعيل طاهر إنه إلى الآن لم يبدر شيء رسمي من الجهات المعنية أي الإنقلابية يبرز أنها مساندة من الروس أو من أي طرف دولي آخر وبالتالي لا نستطيع الآن أن نحكم على الأشياء وسنترك ذلك لكي تكشفه الأيام القادمة بالمقابل يضيف الباحث التشادي ما يمكن قوله هو أن النيجر توجد بجوار فيها حضور روسي وهي مالي وبركينفاسو كما أن في داخل الشارع النيجيري أيضا توجها كبيرا يطالب بالتخلص من تابعات الاستعمار الفرنسي إضافة إلى أن شريحة واسعة من المشهد السياسي وقادة عسكريين كانوا رافضين لاحتضان البلاد لقوات برخان الفرنسية بعد انسحابها من مالي إذن نصل إلى السؤال المهم ما أهمية النيجر لفرنسا تتميز النيجر بأهمية كبيرة لمستعمرها السابق فرنسا التي ترى في البلد الإفريقي أبرز حلفائها في منطقة الساحل وزادت هذه الأهمية مع التحولات الجذرية التي تعرفها المنطقة أي بعد انحصار النفوذ الفرنسي هناك وطرده في كل من مالي وبوركينفاسو عسكريا واستراتيجيا لعبت النيجر منذ ذلك الوقت نقطة ارتكاز وحيدة للقوات الفرنسية في الساحل كما المعقل الوحيد لتلك القوات بعد انسحابها من مالي وبوركينفاسو عقب انتهاء عمليتي برخان وساربر وتحتفظ باريس إلى اليوم بما يقدر ب 1500 جند داخل الأراضي في النيجر هذا إضافة إلى قاعدتين عسكريتين أبرزهما قاعدة نيام الجوية بينما هذه الأهمية تتضاعف بشكلها الاقتصادي إذ قدر التبادل التجاري بين البلدين بـ 2.8 مليار يورو فقط في النصف الأول من عام 2022 إذ بلغت الصادرات الفرنسية نحو النيجر قرابة 314 مليون يورو فقط بينما البقية تمثل ما استوردته باريس من البلد الإفريقي كموارد طاقة وحسب الأرقام ذاتها الواردة من وزارة المالية الفرنسية فإن واردات البلاد من البترول في النيجر ارتفعت ب130% خلال الأشهر الستة الأولى من 2022 جراء الحرب في أوكرانيا وتعد النيجر أحد البلدان الإفريقية الغنية بالبترول والغاز الطبيعي إذ يقدر احتياطها النفطي بـ 953 مليون برميل والغاز بـ 24 مليار متر مكعب بينما ليس البترول المصدر الطاق الوحيد الذي تستورده فرنسا من النيجر بل أهم من ذلك كله يأتي اليورانيوم في النيجر الذي يعد ركيزة البرنامج الناووي الفرنسي وتستورد فرنسا قرابة 7000 طن من اليورانيوم سنويا نحو 34% منها تأتي من النيجر فقط وبهذا يكون البلد الإفريقي أكبر مصدر لليورانيوم نحو باريس وتستولي شركات فرنسية أبرزها شركة أورانو على يورانيوم النيجر رابع منتج لهذه المادة عالميا بعد كندا وكازيخستان وأسبكستان لتلبية 75% من احتياجات فرنسا من الطاقة الكهربائية النووية بينما ينر اليورانيوم النيجيري مصباحا من كل ثلاثة مصابيح في الطراب الفرنسي حسب حديث سابق للنائب البرلماني نويل مامير إذن تابعنا معكم أهمية النيجر لفرنسا ولماذا انبرت للدفاع ضد محاولة الانقلاب ووجدناهم يستقبلون قادة انقلاب على الأراضي الفرنسية طالما أنهم يلتقون مع مصالحهم أما هذه المرة فنتيجة أن هذا الانقلاب يطيح بحاكم تجد فرنسا فيه حليفا لها لذلك ينتفضون لشجب المحاولة الانقلابية ومحاولة إفشالها في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا لأجاب الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر